اشتركوا في القناة اللغة العربية كثير منهم ترجموا لغات متعددة منها الإنجليزية الفرنسية التركية الصينية السودية والدلماركية ضفتنا اليوم حاصلة على عديد من الجوائز التقديرية سواء المحلية أو العالمية عن رواياتها وعن دورها الأساسي والفعال في التأسيس والتمهيد لأدب كان مهمل في العالم العربي ضفتنا هي الكاتبة والناشرة المتخصصة بأدب الأطفال تغريد النجار أهلا وسهلا تغريد معنا في مدى الكلمات هلين هلين أمواش سعيدة جدا أكون معاكم وإحنا سعيدين كتير اليوم هيتعرف عليك وعلى رحلتك الأدبية خلينا هيك نعطي نظرة عن نظرة شاملة ومبسطة عن مشوارك الطويل والغني كاتبت قصة أطفال بالعربي وناشرة وعندك دار نشر خاصة فيك وفي وقت من الأوقات كنت معلمة لغة إنجليزية وكنت مسؤولة عن قسم النشر بشي مرة ومستشارة تربوية وكاتبة في البحوث المتخصصة بأدب الأطفال وعندك ورشات تعليمية كثيرة لتحفيز القراءة والتشجيع عليها القراءة والكتابة وعضوا بلجنة تحكيم بعدة لجان تحكيم منها جائزة الاتصالات جوائز الوزارة الثقافة بالأردن ومهرجانس القاهرة السينمائي نرجع لها هذا نبين من نشاط اللافت أنك شغوفة باللي عم تعمليه وبتعمليه بكل حب نرجع بالبدايات مع بعض نرجع لجامع الأمريكي بيروت خلصت منا بأدب إنجليزي مع تخصص علم نفس وتربية بين التخريج اللي هو بسنة 1973 وأول رواية أطفال أصدرتها مد بسيطة 77 بتخيل أول رواية اللي هي كانت صفوان البهلوان السؤال مفرد نفسه ليه خترتي أدب الأطفال؟ أو يمكن ليه أدب الأطفال اختارك؟ صح حلوة السؤال بصراحة أنا زي ما أنت بديتي من الجامعة الأمريكية أنا كل همري حاسة إنه أنا بدي بحب الأطفال وبدي أشتغل أي شغلة مع الأطفال على الوقت اللي أنا بديت فيه ما كانش فيه وعي بأنه فيه كتاب أدب أطفال واحد يتطلع عليهم ويقول أه أنا بدي أسير كاتب أطفال أو بدي أسير رسم ما كانش حوالينا زي هلا اللي يعني يستلهم الواحد من هذا الموضوع فأنا لما بدي أروح على الجامعة كنت ناوية أدرس تشايل سيكولوجي بدي أدرس علم نفس الأطفال بس الصدق صارت إنه تخرجت من المدرسة الأهلية هون وطلعت من العشرة الأوائل بالتوجيه فلما طلعت من العشرة الأوائل لقدموا لي بعثة للجامعة الأمريكية ولكن هذه البعثة بتنص كانت إني أدرس لغة إنجليزية فعلى أنه كان فيه ندرة بدهم علمات يجوا علموا هذه اللغة فحزنت بس ما كان بقدر أرفض لأنه كان عندي أخوين تنين تلاتة بالجامعات فبالنسبة لأبوي يعني كانت هذه مساعدة النتيجي فقبلت على أساس إنه بركم بعدين بقدر أغير واكتشف بعدين إنه ما بقدر أغير فأخذت عشان هيك أخذت كل الكورسات بعلم النفس على أمل إنه بعدين أكمل أعمال ماسترز أو أي شيء وأخذت ديبلوم تربية وربطتهم مع بعض على أساس بس طبعاً كل هذا تجربة اللي وقتها بتحس بإنها هذي رح تكون سلبية ولكن برضو بتستفيد منها تتري المشوار يبقى أنت من أيامك أنت بالمدرسة أنت عارف إنك بردك تكتبيه أو عارف إنك تعملي شيء مع الأطفال عارف أعمل شيء مع الأطفال لسه مش بتأكدة بس كنت أحب الأطفال دائماً أولاد العيلة يجوا عندي وألعبهم وأحكي لهم أصاس أخويل صغير كان دائماً يجوا وقال لي أحكي لقصة وأقعد أخترع لقصة وقالوا لي أم أحلى القصة هاي اللي ما تسجليها فهيك بدأ الموضوع معاي إنه في إمكانية بس كان في حندي تحدي كبير أمواج تحدي كبير إني أنا بالمدرسة كل المداء أيام المدرسة كنت في مدرسة بالأدس أول اسمها شمت تعرفيها عمتي كمار لا وبعدين أجيت على المدرسة بعمان آخر تلت سنين فدراستي معظم دراستي بش مت وهاد كان باللغة الإنجليزية مش بالمعنى القراءة اللي كنت أقرأها أكترها بالكتب الإنجليزية فلما أنا قررت بدي أسير أكتب للأطفال كان شغفي وحبي أني أكتب بالعربي بس كان عندي عدم ثقة كبير أنه أنا كبيرة أنه أنا رح أقدر أكتب بالعربي فأخذت كورسات حولت وحسيت أنا أنه لغتي الإنجليزية تحسنت لأني كنت أقرأ كتير بالإنجليزي فأخذت أعملت نفس الطريقة صورت أقرأ أكتر باللغة العربية أقرأ روايات وأقرأ وأقرأ على أساس أنه يصير عندي يعني مخزون إخترت الطريق الصعب من ناحية اللغة اللغتك اللي أنت قوية فيها ومن ناحية الوقت بالسبعنات يمكن وجود رواية عربية للطفل العربي مكتوب بالعربي مش مترجمة يمكن ما كانت موجودة ما بعرف كانت كان أليل كتير اللي هم الكتب الأصيلة زي ما تقولي المكتوبة طبعا كان فيه يعني كانت أيامي أنا نترجمة نترجمة سمع زمهم مثل المكتب الخضراء كان والليدي بيرد والليدي بيرد هدول اللي كانوا أكتر شي ناس يعني يلقوهم به أنا حبيت أنه أنا بدي أكتوب لما بديت أقرأ القصص لأخوي أكتوب إشي من عنا من مجتمعنا كنت أداء لأن متفتح الليدي بيرد بتلاقي هالإنجليش بوبي الشرطي شرطي الإنجليزي لابس لباس هذا الخضار بكل محل فوين إحنا؟ وين إحنا بهذا الموضوع والمزرعة بطلع الشمال ما بتنزرع عنا أصلا بالضبط فيعني كانت هذه هي البداية لتوجهي بهذا الطريق وبعدك تخصصتي لشي اسمه أدب الأطفال أدب الأطفال صح فيه تخصص لهذا الأدب هذا يعني كاتب متخصص بأدب الأطفال رسام متخصص برسومات للأطفال ناشر متخصص ما بعرف لجنة حكم جوائز فيه تخصص لهذا الموضوع هذا؟ هلأ صار فيه يمكن أول ما كانش يعني أبا تذكر أنا وإحنا بالأردن لما بديت بدي أكتوب وبدي أنشر بدنا نفتش على رسام ليرسم بتلاقي رسامين ممتازياً بس كلهم برسموا لوحات وبرسموا هيك ما في حدا كان يعني أنه برسم بتخصص للأطفال لأنه ما كانش في هذا الباب مفتوح ما كان في حدا عم بكتب فما كان في حاجة لحد يطور فهذا صار بعدين هلأ اللي أخذ وقت لا يصير أخذ وقت لأنه بالسبعينات لما أنا كان في عنا كمان أنا كنت بفترة تاريخية مهمة جداً بالنسبة لأدب الأطفال اللي هي بهذاك الوقت طلعوا تجربتين لأدب الأطفال هي التجربة العراقية والتجربة دار الفتح العربي فلسطينية من لبنان فالتجربة العراقية كانت تنبع موزارة الثقافة عندهم مكتبة وكان حاطين مبلغ كبير يعني مساندين أدب الأطفال وصاروا يطلعوا كتب عدد كبير رسومات بتجنن كتير حلوة ويطبعوا منهم سبعين ألف كتاب هذا مش مسموع من مكان للعراق للعراق يوزعوهم فأنا كنت أشتري لبناتي الكتاب بعشر قرش خمسة عشر أرش هيك لأنه لما بتطبع كتير بتقدري تبيعي به هقل هم كمان مساندين من الزارة إلا بعدين طبعا هذا طار من الشبهك هذا كله بالعلاق هاي التجربة العراقية هلا تجربة دار الفتى العربي بفلسطين نبيل شعث ودول اللي أسسوا دار الفتى العربي أسسوها على فكرة كتير حلوة بهدا كل وقت لأنه إياك عم نحكي إنه كتب مترجمة بس قالوا إنه إحنا لازم نقدم كتب قيمة للطفال من ناحية الشكل والمضمون فتفقوا وكان هذا مش مسموع إنه إتفقوا مع أحسن الرسمين التشكيليين في العالم العربي على أساس إنه هم يعني يرسموا لهذه الكتب النصوص اللي نقوهم وفطلعوا كتب أول شي كان صغار هالأد بعرف إذا عمرك شفتي منهم لا ما بعرفه وطلعوا بكل المواضيع وعلى بأشكال مختلفة وانتشروا بالعالم العربي بشكل رهيب كمان كان ينشر منهم أعداد كبير وهذه كنوا كانوا قصص مش مترجمة كلها كتاب عربية كلها كتب الكتاب عرب والرسمين عرب فطلعت هلا هون بدت الفكرة وأنت كنت بهذا الجيل هذا بأحد وقت هذا أنا كنت بهذا الجيل حابة أنا قدمت لدار الفتر عربي وكانت البداية لقلي إنه إبلو ثلاثة قصص من قصصي أنا كنت لسه طالعة من الجامعة جديد فكانت فرحها لا تصدق إنه أنا يعني وقتها فهمت أو قررت إنه أنا هذا الطريق اللي بدأ أمشي فيه إنه أنا كاتبة وأنا كاتبة للأطفال فكانت هذه هي الإشي أقنعني فاليوم بنقول إن تغريد نجار بالفعل من أوائل ما نكتبوه قصة الأطفال بالعربي من أوائلهم من أوائلهم يعني صعا مش يعني لا طبعا فيه كان أوائل بديش أخد كل الكردت زي ما بقوله بس زي ما تقولي بالفترة الجديدة اللي بالسبعينات وهدول بالأردن خصوصا أنا كنت من الأوائل اللي لأنها كانت مغامرة متعبة ودي أحد عانيد جدا وأنا كنت عانيدة وكنت ماشي بطريق ودي أمشي بهذا الطريق ما كانش سهل أبدا أبدا يعني كان عكيت الكل يقولي شو هالطريق اللي اختارتي لا يعني بالعكس أجاني تشجيع بس كل البروزس كان يعني صعب جدا أولا ما بدك تكتبي بدك مطابع كانوش المطابع لسم هيئين لكتب أطفال وكانت الفكرة السائدة عند معظم الناس أنه كتاب الأطفال لازم يكون رخيص الثمن عشان فما إذا كان رخيص الثمن بدي يكون نوعية على حسب النوعية على حسب النوعية فإنه مثلا تشتيب عشق روش بدك وراء بدي يكون صح؟ لا لا والألوان تكون بالمرة مرحلة فهلأ بدأت الفكرة تتغير فمعناته الصناعة صناعة النشر كمان لازم تمشي مع هذا الموضوع طي نتم نشرت الكتاب وطبعته يعني كيف بدك توزعي مين بدي وزع لك ياه؟ شي حدا وفي الشي كمان اتصالات مع العالم لأنه هذيك الأيام فيش انترنت كان فتقريبا بدك تلبسي من شخص لشخص طبيعي واحد واحد يعني واو بجد تطريكة الخاصة ولقوا مش بس ايك انه كان عندك كمان منافسة فالناس لما تيج تقري لهم انتي طبعتي وبصعوبة جدا وطبعتي وتحق الكتاب دينار فصيروا عزروا عليكي هاي الكتاب العراقي هارت كفر وبجنن وكتير حلو وحقه خمسة عشر قرش انتي لخ هم بطبعوا سبعين ألف هم عندهم دعم في هداك الوقت كان هون في دعم ولا لسه مكان في سكتة فهذا كل هاته كان مجهود شخصي مجهود شخصي ايه مكافحة احكيت لك قصة حياتي مهد عشان هيك احنا اتعرف عليها طيب الكاتب عليها مسئولية دايما بكتاباته بينقل أفكاره والمواضيع اللي بكتاب عنا بشوفها فيه بصدق بيعمل بحث مهم لأنه بيأثر على الرأي العام بتخيل كاتب الرواية الكاتب بالأدب للأطفال لسه مسئوليته كتير أكبر لأنه المتلقي تبعه خلقت كبره لسه عقله عم بتكون فرواية الأطفال وسيلة فعالة لخلقه وتنمية فكر هالطفل منهجيته السولوكياته أخلاقه وطنيته حتى يعني الكاتب بدو ينقل الموروث الاجتماعي الثقافي الديني يمكن حتى كله بدو يفكر فيه كاتب رواية الأطفال فبتحس فيها هالمسئولية هاي؟ يعني باحد تصير متمرسة بصير زي تيجي تلقائي؟ تيجي تلقائي؟ يعني ما بتفكر فيها إنه آه بدي أعلمهم هذا أكبر خطأ أنا دايما بقول إنه بصيرش إحنا ناخده أدب الأطفال هو أدب زي الأدب الكبار نتعامل معه بإحترام نتعامل معه بنفس الطريقة ولكن إحنا عنا مبادئ وعنا طريقة نتحدث فيها فهاي المبادئ والأفكار اللي إحنا بنا نوصلها إذا قدرنا نوصلها بشكل إبداع على الطفل ما بتكون إنه والله أنا ببدأ إيش بدي أكتب اليوم بدي أكتب عن الصدق هذا أخ خطأ لأنه أنت صورتي مربوطة بينما بتكتب القصة وبالنتيجة من خلال حدات القصة بطلع الأفكار منها مثلاً قصة البطيخة اللي هي كتير مش عارفة وين حطيتها أنا هون آه هي وين آه هي قصة البطيخة اللي بحبوها كتير الأطفال وفيها يعني خيال وفوكاها وبصر إيش وما كنت أصدق أنا بس بالآخر بتكتشفي إنه بتحكي عن التنوع في الطعام همية التنوع في الطعام فهو استنتهج والتفرح استنتجه بشكل وهو مستمتع من الفرحة يعني كيف بخطر بالك يعني هدو التسعين كتاب فمواضيع كتير مختلفة فيهم فكيف تختار الموضوع هل هو إلهام من الأطفال؟ عندك أطفال؟ عندي ثلاث بنات أوكي وعندك أحفاد؟ عندي ثلاث طيب فهل إلهامك بالمواضيع هاي بيجي من تجربتك الشخصية مع الأطفال كمعلمة كوالدك كيف تختار المواضيع وشو هما المواضيع؟ حلو سؤالك عادة أنا بس تلهم مواضيع من عدة طرق يمكن كل كاتب إله طريقة منها من تجاربة مع الأطفال مثلا مع بناتي مع أحفادي هلا بعضوني كتير أفكار بكتب عنهم بسلسة جاد و تالة من أحفادي بس كتير مرات بكون إشي أنا بشوفه نظرة مثلا قصة البطيخة الفرجيتك ياها كنت ماشي بالطريق لقيت خيمة لبيع البطيخ وفي عنده بطيخة كانت أكبر حجما من العادي يعني ما كانتش إنه زي ما أنا حتيتها بالقصة دي الأوضة صارت فلما شفت أقلت بعقالي ككاتب الكاتب هيك باخد صور وبعدين بحولهم بصيروا بزراء وبطلعوا كتاب فأقلت بعقالي أه ما أحلاها هذي البطيخة شو كبيرة هذي حلولة وكتبت عنها قصة ورجعت على البيت وكتبت القصة تبعات البطيخة فهيك بتصير مثلا عندي أنا سلحفة سلحفة صغيرة عايش على برندة مكتبي إلها تعرف كم سنة فوق الخمسة وعشرين سنة هلأ بجتني هالقد هلأ صارت هالقد هي سلحفة مائية فما بتأكل غير بالماء وعايش على برندة بجرة فخارية فكل يوم أنا الصبح بطعميها بأحطها بالماء وبرش لها الأكل فصارت تعرف لما بحطها بالماء بترفع راسها هيك فخطر على بالي فكرة وأنا عم بحط لها إنه يعني لو سلحفة عم بتفكر بتصير تقول إنه الدنيا بتشتي أكل لأنه هي كل الوقت بيجيها الأكل بهاي الطريقة فكتبت قصة السماء تومتر طعاما عم بعكيلك إنه مرات شغلة أنا بعملها مرات من إشي أنا بشوفه ومرات من تجربة مع حدا من بناتي يعني واجه وشغلة لما تكتبي تكتبي من وجهة نظر الطفل يعني الطفل اللي هو طريقة تفكير تختلف عن طريقتنا طبعا وبيشوف الأشياء من منظوره هو فهل تكتبي كمان الأصص من منظورهم هما من وجهة نظرهم من طريقة كيف ممكن ينفعلوا يتفاعلوا أو ردود أفعالهم كيف بتكون؟ تمام بالضبط يعني لازم يكون زي إك إني أنا بصير طفلة زيهم وبحكي من هذا المنطلق بس بنفس الوقت ما بترك مكاني كواحدة كبيرة فبتصير عندك مزج بين الجهتين فلما بكتب إشي بكون عم بحس كيف الطفل اللي بده يقرأه بده يشعر لما بقرأ هاي الجملة هل رح يضحك إذا عم بحاول أضحكه هل رح يخاف هل رح يغضب إيش رح يكون شعوره وبهادي الطريقة بحاول إني أوصل إليه يعني بياخد معك وقت أو يعني كتابة رواية للأطفال تاخد وقت أسهل كتير من رواية الكبار لأنه بناء روايئ أسهل حبكتها أسهل المفردات أبسط عدد صفحات أقل هل التفكير فيها بياخد نفس الوقت ولا ممكن يكون أسرع كتير مختلف بس بدي أقول لك إشي إحنا منحكي عن شغلتين نسميها قصة مصورة الرواية هي هذه الرواية صح أوكي هذه الرواية لليافعين فقصص الأطفال مظبوطهم مأسار وما فيش عدد كلمات كتير وما في بس برده كمان في صعوبة يعني أنا بديت ككاتبة لقصص الأطفال الصغار وبعدين انتقلت لروايات الليافعين زي هدو اللي عم في الريكيين حسيت بالفجبة بتخيل بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد فبدن شي بالنص للمحلة الضائعة صح فحسيت هذا وشعرت إنه هو بتحسي إنه سهل لأنه عدد كلمات أقل لكن صعب لأنه أنت بدك تقول كتير بعدد كلمات أقل وبدك بنفس الوقت ما تكوني مباشرة ففي إلها تكنيك يعني اللي بيحتاج إنه الواحد دير علي لما بديت أكتب لليافعين حسيت شوية بحرية فجأة أنا مش مربوطة بعدد من الكلمات بقدر أحكي وأسترسب الحديث وأخذ وأعطي انبسطت بهذه الحرية اللي أنا بس طبعاً من متى عم تكتبين لليافعين من الجديد؟ مش هلقدي جديد يعني صر لي جي ثمان سنيني ممكن عكشي ثمان طب في كريتيريا أو في مواصفات خاصة للكتاب لليافعين بختلف عن قصص المصورة طبعاً الأطفال بمعنى يعني قصص الأطفال إلا ما يكون فيها هيك براءة أحلام وردية نهايات سعيدة يعني هيك بختلف شو برزب اليافعين شو ممكن تكتبين لهم يعني مثلا نازم تكون ما بعرف ممكن تشويئي بوليسي غرميات ما بعرف يمكن أكيد بختلفها كله الإلتيسة كله لأنه اهتمام اليافعين عندهم اهتمامات أوسع بحتاج أنه حدا كمان كيف بدك خطب الأطفال الصغار وعم بتكون عندك حساسية لإيش بيضحكهم نفس الشي لما أنت تكتب إلى اليافعين بدي يكون عندك حساسية لإيش هم يحتمين فيه فمثلا بحياة اليافعين الأصدقاء كتير مهمين فالأصدقاء بيكون لهم دور كبير بالتشويق طبعا لازم تكوني ما بدك تسترسلي بالمقدمة وبالوصف لأنه ما عندهم طولة بالة يعملوا فبدك تسارع الأحداث يكون عندك أحداث مشوقة وفي تسارع بالأحداث بدك كمان تحترمي اليافع لأنه هو إذا ما أنت جذبتي ومسكتي من الأول ما رح يكمل معاك يعني خصوصا مع هالأيام وكل الإلكترونيات اللي حوالينا اللي هي سريعة جدا جدا نجي لهالموضوع فيعني بدك تهتم هلا أنا أنا بكتب زي للصغار بكتب لليافعين نفس الطريقة بكتب اللي أنا بهمني لأنه إذا أنا كتبت عن إشي أنا بهمني رح أوصله بصدق فمثلا موضوع فلسطين أنا كتير موضوع مهم لإلي فعشان هيك يمكن كتبت أكتر من رواية عن هذا الموضوع مثل مثلا كتبت عن ست الكل ست الكل تحكي هي مبنية على قصة حقيقية عن فتاة حقيقية بغزة اسمها مادلين كلاب هي أول سيادة عمرها 14 سنة صارت سيادة في غزة أول سيادة كأمرأة 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 ولما صارت سيادة واجهت مشاكل مع مجتمعها المحافظ ومع الاحتلال الإسرائيلي فأنا كنت سمعت قصتها على البي بي سي وأنا بالسيارة فقلت ياه هذه مناسبة تكون رواية ومصد الإنهام كمان فكتبت رواية عن ست الكل عن غزة وهلأ هي تدرس في المدارس بس من خلال الرواية كلها أحداث بتسير أشياء ممكن تهم اليافعين ولكن الخلفية هي ما يحدث في غزة لما أنا كتبت 2014 يعني كنت عم بحكيه بس للأسف الشديد هو 2014 وله هلأ كله زي بعض وبعدها تعرفت على الصيادة ومثلا لغز عين السقر بردو كأنا عن فلسطين صح وهذا لغز عين السقر أنت لأنك سألتني من وين بتجيب الأفكار فهدي كتبتها لأني كنت أنا الطفلة من أنا إحنا أهل أبوي من لفتة لفتة أضل قدس من عند قرية جنب القدس كانت فعملت الستنج هناك بهال فلغز عين السقر هي عن ولد أو شاب برمالله بمخيام بدل يسمع من جدته الكبيرة عن بيتهم بلفتة اللي تركوه وهي جدة بتضلها تحكي على أنه المجوهرات اللي تلكوهم والذهاب اللي تركوه بالبيت فبعدين هي جدة كبيرة بحسبوها أنها مخرفة يعني ما بتحكي صح على الموضوع ولكن حاجتهم بعدين بتخليهم يتأكدوا أنه بركن مظبوط كلامها بركن بس طبعا هما بدهم يفوتوا بدهم يقطعوا الحيطة هاي شو اسمه الجدار الجدار الحاجز ها الحاجز علشان يروح على لفتة فالمغامرة هي كيف بده يروح على لفتة يفتش على ذهبات أهله هلأ هاي القصة مش غريبة لأنها مع كتير من الفلسطيني هاد اللي صار إنه محسبوا حالا بدهم يروحوا عشرة أيام وبدهم يرجعوا فإشي منهم خباهم بحفروا وخبوهم أو خبوهم بشي محل واللي أجوا احتلوا لبيوت كتير منهم لقوا ولقوا حسبوها إنها يعني نعمة لهم إنه لقوا كل هذا لقوا كل شيء جاهز هلأ الفكرة أجتني لما والدي هالله يرحمه راح يزور بعد السبعة وستين راح يزور بيتهم بليفتة هلأ هما اللي يوصلوا لليفتة سيتأ قولك إنه كان فيه لغز لازم يحلوه كمان إنه من الجد تارك نوت وفيها لغز عشان يدلوين الهال فوالدي راح مع الصديق إلو ووالدي كان صاحب نكتة بحب كتير يمزح ونفس الوقت يعني مرات المبكي والمحزن بيمشوا مع بعض فلما راح على البيت تبعهم بليفتة حاول إنه يدخل منعوا ما خلهوش اليهودي اللي ساكنين في البيت فهو بيحكي إنه هو ماشي هو صاحبه التاني من لفتة عم بيحكوا مع أكبار صاروا يقولوا إنه آه صارت الدهبات اللي حطناهم تحت بلاط المطبخ هل ما مشينا إحنا خطبتين هم مش حطين ذهبات تحت لما صاروا يكسروا بالبلاء فما بعرف قديش هي القصة صحيحة أو هي نقطة يعني من أبوي على على يعني المحزن المبكي اللي بسير فهي ضلت ببالي يعني من سنين وخلتني أفكر بالبلوت بالتبع هذه إنتي عم تفرجين البطيخة لفت انتباهي الرسومات هل دوري ككاتبة كمان بدخل في عملية الرسم يعني الرسام اللي عم برسم بس هل أنت بتكون عم تتوجهي هاي الفكرة اللي براسل أكيد عم تتخيليها أنت وعم تكتبي أكيد في خيال معين عن دك فلازم تشتغلي إيد بإيد مع الرسامة لا يوصل الفكرة اللي بتزبت دكيها لأ شوفي الرسامة اللي رسمتها هي رسامة معروفة جدا تشوفي الرسمات بردوية إيه وعندها دمها خفيف كمان عندها روح فكاها فمناسبة جدا لما يكون في هيك شي بالقصة فنما تكون أنت بتعطي النص لحدا متمرس كهذا فاحتراما لعقله هو كمان هذا تخصصه والرسم هو تمازج ما بين النص والرسومات فيعني إذا أنت ككاتبة حاولت تخلي الرسام يرسم زي ما أنت عم بتفكري بتفقد كتير لأنه الرسام لازم يقرأ النص يتفاعل معاه يمكن كمان بزيد عليه فإحنا من ضلنا حتى نعمل تحرير للقصة لأخر لحظة لأنه لما منحط النص على الرسومات ممكن إحنا نغير لأنه لقينا إشي زيادة أو ما في حاجة بالنص أو بالرسمة بالرسمة يعني ممكن بالتنين هو بس إنه بالنص حتى كمان ممكن لقي إنه في إضافة بالرسمة ما في حاجة نكتبها بالنص وهكدا هل من هون إجت فكرة دار السلوى اللي هي دار النشر الخاصة اللي أنت بتملكيها أسستيها بال1996 هل أسستيها لها يعني جفت إنه في حاجة له هالموضوع هذا وبدل ما تروحي تحكي مع أفلان وعلان وهيك شي خلاص بعمل الموضوع كله عندي هيك بدأت مثلاً لما بديت بدي أنشر يعني أكتب كتب فتشت بعمان على دور نشر ما كانش في حتى مختص بكتب الأطفال كان كلهم بنشروا للكبار وأخيراً أنا أقنعت واحدة من الناشرين إنه ينشر لي الكتب هاي أول كتب كتبتها ولكن بعدين شعرت إنه كان الاتفاق إنه أنا بعمل أنا بكتب القصة وأنا بلاقي الرسام أنا بتابع الرسامة وأنا بشوف النص وبلاقي التحريق يعني كنت عم بعمل كل شغل ناشر هو بس بطبع الكتب بطبع أسمع الكتب وبيأخذ نسبة يا باقي هذا فقلت بحق لي وشجعوني أهلي إنه أسس بدار نشر أكي أفتصها لأول لكل سنين طويلة كنت أنا كل شي كل شي كل الطوائل كل الطوائل فما كنت أنشر غير إلي لأنه ما عندي الستاف إنه أنا أعمل أو أكون لكل الناس يعني ولا للوضع بس تخرجت بنتي الكبيرة من الجامعة من الأيو أنت خرجت بدت تساعدني أول إشي كانت هي تشتغل مع الأدورتايزينج بس مش كتير مبسوطة حاسة إنه ما إلوش كتير معنى يعني إنه مظبوط شغول بس إنه بتقعدي ممكن ساعات في ساعات وبطلع المنتج بكيت شيبس والعلبة تفول فلما اشتغلت معي على أول project زي ما تقولي صارت كتير مهتمة بالموضوع وهي كتير عندها عقل منظم وهيك فأنا اتحت لأنه أنا ما عندي هذا مش مهتمة بالإدارة ورجعنا أستسنا الدار من أول جديد وعادنا تنظيمها وهلأ هي مديرة الدار فهي مسؤولة وهي اللي بتدير يعني بالسطاف هناك وصرنا نقبل ننشر لكتاب من أنحاء العالم العربي يعني تقريباً اليوم لما تغريد بل توصف نفسها هي وعم تكتب قصة أو رواية للأطفال أو لليافعين بتقول كتابة قصة الأطفال تحيي فيها الطفل الداخلي بتخليها متفائلة أكتر بالحياة بتخليها مقبلة على الحياة أكتر بتعيش طفلتها من أول وجديد أو تغريد بتقول كتابة قصة الأطفال فيها مسؤولية كبيرة فيها تحدي فيها منافسة قوية مع اللغة الإنجليزية أو القصة المكتوبة باللغة الإنجليزية المتوفرة بطريقة يمكن أوسع شو بتقول تغريد هيك أو هيك هيو عم تكتب لا خلص صار بشكل تلقائي يعني ما بفكر بكل هذا هلأ خلص راح صار الموضوع أنه أنا بكتب وأنا بكتب باللغة العربية وأنا بكتب كمان لأطفالنا فأنا بتوجه لإلهم وهذا أهم شي عندي حتى لما كتب بتترجم للغات تانية أنا لما أنا بكتبها ما بعد أفكر والله الناشر الإنجليزي بدو يعجبه الكتاب لا لا أنا بكتب للأطفال وهو إذا الناشر الإنجليزي عجبته القصة أو الفرنسي أو الإيطالي أو أي شيء بياخدها زي إحنا ما بناخد كتبهم فهي الطريقة بس لما أنا بكتب بكتب لأطفالنا طب نريد اليوم صحة تسهل الموضوع صار في إقبال على الرواية العربية للأطفال وصارت متوفرة والناشر صار أسهل وكل هالأصص هاي فمن ميلة الموضوع صار أسهل بس من ميلة تانية صار أصعب لأنه فيه تكنولوجيا وفيه أشي كتيرا ما عادت يمكن تغري أو بتغري الطفل وبتبعدوا عن القراءة كيف عم تستمري كيف عم بتوازني به هالمعادلة شوي صعب يمكن لأنه بجد التكنولوجيا أثرت علينا أحمى جيلنا أحمى مبارك الأطفال هذا السؤال دائما بنسأل فيه لأن الكل بيعاني منه وأنا مثلا مع أحفادي فأهليهم مثلا قرروا لهم أنه ممنوع الأجهزة الإلكترونية خلال الأسبوع بس باليوم الخميس والجمعة بس طبعا هذا صراع مستمر يعني لما نكون بالبيت أدعى مع أحفاديك أو هيك أصغر شيء أكبر شيء الأكبر واحد ثمانية وستة وثلاثة ونص أستنى قبل ما يوصل شوي أكبر ببطل هذا النظام المشي نهائي بزبوتش وهلأ يعني بقول لك يعني بتبخت في واحد من هون بعدين بتشوف وينك؟ عن جده أحد على التليفون جده كيف بقدر الباحد يبدل يشجع الأطفال على القراءة؟ قراءة شيء مهم كتير يعني ببناء الوعي والوعي الفكري كيف بقدر بهذا الزمن هذا يكون فيها تشجيع؟ شو المصائح؟ يعني بظل الواحد يحاول جهده على بكل الطرق أنا ما بقول إنه سهل لأني بعرف من تجربة إنه ولكن عم بقول في مسؤولية على الكل مسؤولية على المدرسة إنها تشجع مسؤولية على المكتبات يعني كتير مرات وهون أنا بدي أحكي عن الكتاب العربي مش عم بحكي عن الإنجليز يعني المكتبات المرتبة اللي بتلاقيها بالبلاد العربية وذير بالإمارات والله هون بتفوتي بتلاقي الكتب الإنجليزية والأجنبية بكل محل ومحطوط عليها الفوكس وفتش على الكتاب العربي بتلاقيه بآخر المكتبة على الرف التحتاني مش مبين إشي منهم هلأ إيش عم منقول للأولاد إحنا عم منقول لهم هذا كله مهم وأحسن من موجود وهذا اللي لازم تطلع عليه ولما بيقعدوا يفتشوا بلاقوا هناك عم منقول لهم هذا ثانوي لأنه فهي الفكرة لازم إحنا نغيرها في بالزمنات كان في الأسف سكرت المكتبة كان في مكتبة الحكواتي بالأردن زبت زكريها وكانت تحترم هذا الموضوع لما تدخلي على المكتبة تلاقي كتب العربية من الدول العربية كلياتها محطوطة بالأول والجهة الثانية في الكتب الأجنبية بس الطفل لما بفوته وأمه وبشوف هدول الكتب هي رسائل مخفية منعمل لما إحنا بنحكي مع أولادنا باللغة الإنجليزية بالبيت إحنا شو عم منقول لهم؟ عم منقول لهم أقرؤ إنجليزي ودرسوا عم منقول لهم إنه لغتكم مش نصكم ما تحكوا هاينا إنحنا بنحكي باللغة فكمان هاي الرسالة هل هذه الظاهرة موجودة بكل عالم العربي موضوع الإنجليزي الطاغي على العربي من اللغة المحكية للمدارس للكتب لأسلوب عرض الكتب كل هالقصة هل بس بالأردن ولا موجودة؟ لا لا موجودة بكل محل تقريباً اللي عندهم كتب مثلاً بلبنان بيكون فرنسي على إنجليزي على لبناني على عربي يعني بالإمارات انت بتعرفي أظنني الموضوع يعني تروح على أي مكتبة عندهم بتلاقي الكتب الإنجليزية بتتصدر حلو لأنه في عندهم جالية إنجليزية منيحة بس لي ما تكون كمان على تدخلي على ما يكون يمين شمال مثلاً أو كون طاولة هيك طاولة هيك كمبينة إلا إذا تغير زمان ما رحت على مكتباتهم ما بعرف إذا لسا نفس الشيء طبعاً بتعمل التغيير هون عم بصير هذا التغيير على الأقل بالمكتبات بموضوع عرض الكتبات ما فيش عنا مكتبات كتير هما كلهم كم مكتبة حاولنا يعني أكام مرة كل ما بروح بقولهم ليه كتبنا مهم أصصين وراك أنت كمان نشيطة بزياراتك للمدارس بتفعيلك لحلقات هيك بتناقش فيها الكتب تبعونك يعني بتعملي هاد النشاطات كتير صح لما تعملي الحلقات اللي بتجمع فيها الأطفال اللي بتقريرهم أصص فيه تفاعل بتلاقي الطفل عم بفهم وعنده استنتاجات يعني زي بوك لب يعني بصير فيها هيك نقاش بين الطفل وبينك عن القصة بصير كتير وطب بتفاعلوا بسألوا أسئلة وب يعني بحسوا كمان لما الكاتب عم بقرالهم بالطريقة بتكون فيه إشي زيادة عادة فهذا كتير مهم وكمان بدي أقول إنه هالأيام مش كله سلبي يعني فيه كتير من الأمهات والمعلمين ومدارس عم بحاول جهدهم يعني بعرف أنا أكم من الناس عامل بوك كلاب على زكارتيني لما قلت بوك كلاب عاملين نوادي كتب بوك لب للأطفال للأطفال باللغة العربية وبقرؤوا وبتناقشوا وبعزموا أحيانا الكتاب بس مش بالكثافة ما يكفي يعني اللي طلبها الواحد طب كل كتب بيكون حلمه إنه عمل الرواي يتحول لمسلسل لفلم لمسرحية لحياة كمان نفس الشي بنطبق على كتب الرواية أو قصة الأطفال برضو في هذا الحلم إنه مثلا ما بعرف تتحول لرسوم متحركة ممكن أو مسرحية ما بعرف شو بيصير شوفي مثلا قصة عندي قصة اسمها الغول تحولت مع ساسم ستريت الساسم ستريت اللي بفلسطين العربي من زمان هذا لكارتون لأنيميشن بعدين هدي لغز عين السقر تواصلوا مع نتفلكس بدهم يسووها مسلسل حكينا طبعا حلو نعم فلسطين حلو أنا بحب إنه توصل الفكرة بها ولكن للأسف مع الحديث معهم ونسحبوا بعدين ما بتعرف السبب وإذر إنه خافوا من الموضوع السياسي بحث ولا إشي ما بعرف تريد تكتب أغاني أطفال؟ يعني فيه تخصص لكتابة الأغاني أنا كتير بموروثنا الشعبي أصلا مليان فيه أغاني مور زى مكتوبة أو لا وأغاني حديثة يعني دربت على الوتر الحساس هذا الموضوع كمان كتير كتير همني ولما كانت بنت صغيرة عمرها سنة أحطها وقرالها ماذر قوس وبصر إيش أقول بعقلي ليه ما عنا بالعربي كتاب هات فصارت لما صارت فيه فترة معينة أنا بديت أجمع اللي عم تحكي عنهم اللي هم الأهزيج الموجودة وعملنا بروتجيكت كبير ثلاث كتب صنفناهم حسب مواضيع مختلفة من اللي جمعناهم من الناس وحتناهم الميوزيك على موسيقى هيك مدرن طبعتهم سيدي يعني؟ سوناهم سيدي وكتاب وانيميشن كل هات وكتير ناجح كان الموضوع سمناهم أهزيج أهزيج الأطفال أهزيج الأطفال يعني نيرسيري رايمس؟ يعني آن رايمس الأهزيج يعني رايمس وموجود هات الكتاب؟ موجودين أزاسات بتقدر تاخديهم ثلاث كتب مثلا إش عن الحيوانات إش عن الأعداد إش عن حركات وفيهم هل أغانة طفولية اللي كانوا أغاء أهلين يغانون إياها؟ تبذكري هيك بالسباح والأسناء آه طبعا للبيبي تعلمي يوميا وهذا كتير مهم كتير مهم طبعا وليش أنا كمان تحمستوا وعملتوا لأني صرت أشوف أنه الأمهات اليوم أو كان يعني لما عملتوا وقتها أنه عمالهم بروحوا للأهزيج الأجنبية الأولاد حافظين ميري هاد إلتن لام وتوينكل توينكل إلتل ستار بس ما في أشي بالعربي قولي هلأ مليان طبعا على صار فحبيت أنه أجمع الأشياء التراثية عشان ينتقلوا من جيل لجيل كثير حلو كثير حلو طيب أنت بأي مدرسة تنتمي مدرسة أنه كتاب أو قصة الأطفال لازم تكون دائما محافظة على عالم البراءة والنهاية السعيدة وكل شي حلو أو المدرسة اللي بتقول لا الطفل لازم يكون باتصال مع الواقع وبعرف شو فيه بالدنيا بدل ما ينصدم صدمة كبيرة بوحشية العالم أي عالم أي مدرسة تنتمي له وأي مدرسة أزبط من ناحية التربوية والنفسية للطفل السؤال كتير حلو فكرت فيه مرة فكرت فيه ليش لأني بتذكر أنا صغيرة لما كنت أقرأ ميكي ماوس وهدولة اللي بالعربي بتذكر الصور كان يفرجيكي هيك ألوان بس واشي سعيد دائما الشمس طالعة سماء زرقى فيه أخضار فيه كل هاد وإنه كل شي بيصير منيح وهاد أنا يمكن بميل أكتر لأنه إذا بدنا نحكي عن إشي سلبي للأطفال أو إشي واقع خلانه إنه نعمله بطريقة يعني حق نحافظ على شعوره ما نخوفه مخففه مخففه ورمزيه في بعض الأطفال يحفموه بعض الأطفال مثلا عندنا قصة عن الموت ولكن هي عن طريق قطة واحدة كاتبة كتبتها قطة بتضيع أو بتختفي والمشاعر اللي بتسير وهيك شي يعني فما منيجي بالموضوع وبطب على الولاد من خوفه مثلا أو من منحكي لأنه إحنا كأدب أطفال منعتبر إنه وظيفتنا نساعد على النقاش كل أهل عندهم طريقة ليحكوا مع أولادهم إحنا ما بدنا نيجي يكون إحنا محل الأهل فإذا حكينا عن الموت يمكن الأهل هم بقروا للقصة يقولوا لا بتتذكر البس اللي كانت عنا أو بتتذكر تيتا كيف كانت ومش موجودة هلأ ممكن هم ياخدوها للمرحلة التانية بالطريقة اللي بيفهموا أولادهم يعني بتذكر كمان قديش هم محسسين الأطفال في قصة كانت كتير كتير بسيط ما بخطر عبالك هي اسمها بيت الأرنب الصغير بيت الأرنب الصغير في معها ميوزيك بالقصة بتقول أنا أرنب الأرنوب حازين 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 لو عندي بيت جديد بكوني كتير ساعد بتذكر مرة عم نقرى القصة لمجموعة من الأطفال في قاعة كبيرة هيك وفي ولدين قاعدين قدام وبوكا وهات يا بوكا على الأرنب حازين 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 وطرينا نوقف عبين لي تيجي أمهم وتشوف شلي مالهم قال وحرام الأرنب حازين حازين عاشوا عاشوا القصة عاشوا شايفوا قديش الموضوع حساس لأنه عندك كتير أطفال المختلفين بمشاعرهم وتلقيهم لهذا الشي ثانيا حتى هدول الأصص لهم ما فيهم إشي سعيد بالآن بس لازم ننهي على نقطة فيها أمل حتى لليافين كتير مهم نقطة الأمان يعني ما منكذب أمل إنه ما بي الأشياء بتصير أحسن بالمستقبل فهدي هي تتركي مهم التفاؤل تتركي شبهك وعادة بتكون النهاية مفتوحة ولكن تنتي على نقطة إيجابية شو جديدك؟ جديدي رواية جديدة كتبتها أي فئة؟ لا أعجبوك موضوع اليافعين موضوع اليافعين؟ وآخر واحدة هادي كانت للصغار فأنا بشتغل على كل الأعمار ففي عندي إن شاء الله لسه هلأ بردين بالإدتين تبعها رواية عن فلسطين مهم كتير إنه نبدل نحكي عن فلسطين يعني هاي طريقة للمقاومة صح بتعرفي إنه بقولك هدول الكتب اللي انكتبتهم كتير منهم باخدهم مدارس بتعطي الفرصة زي ما قلنا إنه يفهموا إيش عم بيصير لأنه في تعتيم بالمناهج على هذا الموضوع فمن خلال الرواية وبعدين الولاد لو عملتين هم محاضرات وما رح يسمعوا رح يزهوا بس من قصة بتشوقوا ولا يعرفوا خلفيتها هي الأحداث اللي مضبوط صارت رح يفهموا الموضوع بشكل أفضل وتبني وعيون تغريد الحاكي معم بخلاص بس بقت ما خلاص شكراً كتير كتير اللي موجودك معنا اليوم وحديث بجد غني وشيق معاك بسلامي شكراً للكم شكراً كتير شكراً كتير أهلاً أهلاً شكراً كتير شكراً كتير شكراً كتير شكراً كتير شكراً كتير